بيان رابطة الاندية حول انسحاب الاهلي من كأس الرابطة في تطورات مثيرة لعشاق كرة القدم اعلن النادي الاهلي رسميا انسحابه من بطولة كأس الرابطة مما اثار تفاعلا واسعا في الساحة الرياضية وبموجب البيان الرسمي الصادر عن النادي اكد احمد هاشم عضو رابطة الاندية استعداد الرابطة لفرض عقوبات في حال تأكيد انسحاب الاهلي هذا وقد اوضح هاشم انه لم يتلقوا بعد خطاب رسمي يفيد بانسحاب الاهلي لكنه اشار الى ان العقوبات ستكون فورية عند وصول الاعتذار الرسمي واوضح ان العقوبة المتوقعة للاهلي تأتي وفقا للبند الاول في لائحة العقوبات الذي يتعلق بالانسحاب قبل اجراء القرع في هذا السياق تبلغ قيمة العقوبة المالية للاهلي مليون جنيه وهو مبلغ يخصم من قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام وفي حالة انسحاب النادي بعد اجراء القرع ستتضعف الغرامة لتصل الى مليوني جنيه هذه الخطوة تأتي في اطار لوائح وتنظيمات كأس الرابطة التي اعلن عنها عامر حسين عضو الرابطة والمسؤول عن لجنة المسابقة وبهذا يثير انسحاب الاهلي تساؤلات حول الاسباب الحقيقية وتداعيات هذا القرار على المشهد الرياضي الوطني